اتحاد الافريقي عامل بطولة جاذب الناس الناس مهتمة بيها لها عوائدها طيب مزيد من الاهتمام بالتحكيم مزيد من الاهتمام بالتحكيم بجد شوف الخروقات اللي بتحصل لملف التحكيم من دول بعينها ومن اشخاص بعينهم عشان يعينوا حكام في الاتجاهات اللي هم عايزينها شوف الاهل حصل معاه ايه في اكتر من حكم شوف التعينات راحة ازاي شوف جسامي بكارة ولا بكاري جسامة يعني مصايب التحكيم الافريقية على ايديه ده لو عايز فعلا تبص على بطولة قرية بالمستوى اللي انت شفته اللي بيهز الكرة الارضية كلها افريقيا مش قليلة اه مش هتبقى زي بطولة دورة يا بطال اوروبا بس الفوارق ما تبقاش كبيرة او كده ما تبقاش انت في منتهى الرجعية والتخلف والتنظيم وعندك فساد وعندك اختراقات وعندك ارض ملاعب عاملة ازاي وعندك تعديلات عاملة ازاي وفي بطولة هزة الدنيا كلها نتمنى انه الاتحاد المصري يتعلم من تجربة الاتحاد الانجليزي ازاي يقدر اه مش هنبقى زيهم بس ما نبقاش بعيد او كده تقدر تعمل مسابقة جدا كما تخلينا في واقعنا المحلي هل نستطيع ان احنا نرتب مسابقات فير محترمة لها مواعيد تحترم مش كل واحد بقدرته على الضغط يقدر ياخد اللي هو عايزه نقدر ولا ما نقدرش جواب بسيط جدا نقدر ولا ما نقدرش